مرحبا يا جماعة يوم الفيديو تابعنا عن موضوع أنا متأكدة ما أحد يعرفه موضوع بعيد عن المجتمع وأنا صدت أحكي شغله أقدر صلاحة عندك أفكار بس هنا سأحكي عن قطوة أبرو بصبا وراتنج للأواعي ترى كم الموضوع سهل لكن كم سيكون حلو ترى فيديو طبعا أحبا أعرفكم على صباغيوز طبعا صباغيوز فتح قناع على اليوتيوب حتى أننا لدينا مدى المدائلة ورغدة رغدة رغدة رغدانيوس أعرفكم عليها نحن قررنا أننا إحنا أحب نعمل رهد لأن كل أحد يجب على الخطبة شي طبيعي وكنا موجودين نحن مبارك فشوفناهم لذلك سنقرر الآن عمل جدول دعونا أشهرهم أشهرهم أول شي ما خربط بالقاعة يعني لا أعرف إذا كان يمثل هذا القاعة أو بالصبتة وبهما يحاول يعني أعطى قليل أفرد يعني عمل أحسن الأشيء بيقدر عليه ثالث اشي تعبان على اللبسة تعبان على اللبسة يعني يعني نفكر فيها قبل بيوم شدم قاعد هيك بيخطط أعمل هيك ولا هيك وعننا أبدأت هذا يعني خلى الناس تساعدوا بهاي اللبسة ليطلعوا بأحسن صورة كان يعني بيرفيت عالتفاصيل وعننا ناوي تخطب يعني انك انت وصلت مرحلة انه احنا عم نتخربط بينك وبين الخطيبة الله يعني انت وصلت مرحلة خلص خطبتك حبيبي اتجاعة خطبتك انت عندك موضوع اللي خطبة ماخده جدي فنبدأ نبدأ أنا جاهز يب ماذا سنكون أصحابينا عليهم صحابنا أو يعطونيهم شوية كاسة يعني صراحة منمشي نا صراحة أنا حاجس ارسو كل حاسة ما بيزعلوا ولا بيزعلوا همعرفين بالآخر احنا بنعمل هيك هاا جاهز أول اطلالة غيت مروان صراحة أنا حبيت الفول بلاك 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 كنت بفضل لو كان لابس أميس أسود لا أعرف كيف حسيته هو شوفي أنا أتوقع أنه غيث مفكر كثير في برد بأمان عشان هيك لبسه مدوزة هو صرحة برد شوي أنا غيث بحبه الصلاحة بس إحنا هون أنا عادة مش كثير لا لا إحنا مش عالشخصية إحنا هون فقط على الأوتفل كلهم صحابنا بحسوا تعبان على اللبسه تعبان على اللبسه جاي من دبي الزلمة سارا لايفوت سارا لايفوت سارا كانت برنسيسا مبارح لابسه زي سندريلا سارا هون صراحة طالع الفسطان اللطيف سارا أنا حبيته الفسطان كتكوت عليها هيك لابق لها نفس عمرها نفس عمرها بصور لو علي أنا ممكن بس أغير إني لابس الساعة وأغير الكعز صحي شوي مخرب الأوتفل عشان ها عملية كثير حبيت الهير والميكوب كتكوت راح حط سارا عند تعبان على اللبسه تعبان على اللبسه عشان كمان انت في عندك طلالتين أوكي ننتقل للبعبها أحمد حاربا حمدان ولكن لو بدي أحطك يعني انت لو في شي فوق اللي بايح نخطو فحطه عرفت؟ وسنحن هون جاينا نقيم رغدة ما دخلنا ما في مجال تعيش اللي بحبي عنده الجرأة انه يعمل ميكس اند ماتش شو رأيك؟ يا أبدع يا ناوي يخطب بس لا هلأ ناوي يخطب بطير منحلة جريئة لازم يكون جد يكون قدها انه يعني طلع عنه لأبو الربع والله أبدعت يا أحمد والله أبدعت صراحة أيمن عملي أيمن كتكوتي لبسته هلأ ما حست انه رايح اكستريم ولا كثير انه هاي هلأ شوف أيمن كنت توقع انك تروح بتكسر ألوان زيادة بس انت رايح أسود وسكن هلو إيش ما لبزت صاحبي احنا بنحكي عن لبسة هسا كمان أيمن صراحة بحكي عبان عن لبسة جاد؟ وكنهجا أحطك عند حاوبة انه ولكن سنققك آه راح نعطه انت عبان عن لبسة الشخص اللي بعده مهما حاولنا تجاملك والسغل نقدر بمبستك بمبستك انت مش بس متخربط بالقاعة لا 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 والله إنك نار والله اسمع هو الوحيد المختلف يعني كان جري بس ما رح تتغير انت متخربط بالقاعة مليون بالمئة ناجي بس تعرفي لو مع متخربط بالقاعة في كلمة جري بأحط لك ياها آه صراحة متخربط بالقاعة مليون يعني ينور روزا واو روزا garbage شوفوا انا انا كتير بحب هذا النوع من الفستين مش كتير فان للفستين النفيش أن ممكن انت تتحكي عن الفستين أكثر مني اه اوكا انا بحس عند ابدعت 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 ايد عوزا ابدعت كنيدي انا ما بعرف كنيدي لكن انا كني ضحف drawer كني انت يا تابدعت ابدعت zin يو يو صراحة ستايل حلو ستايل حلو وغريب ما كنت عاربة أن أثنت بجرزة على البدلات علي لابك معلش يا رقدة معلش أنا بحكي ناوي يخطب لا كذا أحكي لك ليش لأنه ما حدا بيقدر يفوت بلستايل هذا غيره أنا هيك بحسبها أوكي أنا صراحة أنا صراحة أنه معك بس بديك تشد علي ناوي يخطب الله عليه إنتي لمع طبعاً أنا ولمع كنا تونين بالخطبة لابسة أسود شاموا وهي كمان ناس الأشي وحدة تسريحة الشعر عمليه نفس الأشي أنا والتون سبعتي كنا طالعين نار أحب الأسود هذا الشاموا إليغنت ولطيف وحبيت شعرها وحبيت مكياجة كتير كالناعب فأنا بالنسبة ليني بحثها أبدعت أبدعت ناوي صغر صغر حلو لبسته شوية باسيك لخطبة يعني هي حلوة بس أنا بحسبها لمرحلة خطبة أنا صراحة هاش شايف أنه عادي يعني لطيف لطيف ممكن بحاول حاول نعم حسنا رغدانيوس صراحة رغدانيوس شوفي أين بدي أحطها أنا لا أستطيع قيم حالي رغدانيوس مخربطة بالعرس اعم كذلك لا اfryoty40 كذلك انظري المgrenz حسن و انا اعطي اجل شجي م احنا عادك ، انا رغدة أبدعت شكراً بأخذ اللقب هات بأخذه زغلول أوكي زغلول 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 عملي مشاكل بضحك الأوتفت اه شوفي رب الله بدي أحكي شغلة بالكيد مبين عليه زغلول ما بروح منها سبات كثير فهول حاول كثير حاول صراحة أن زغلول مع أنه عم بطحك صراحة شوي بتضحك الأوتفت مدين أحمر بحسكني مع أزرك ه respecting ه مثلا مابلتي أنا زغلول عملي نحطه بحاول حاول محمد أنا سلامي الجماعة أنا محبي أحب الأميس على الشاب أ射ل فلما أبحت في اللاغ رائع أمر убحص مع الّابedar وحباك يصل معاك لن تخول شكراً أنا بالنسبة لأليف اضع قاذيوس عندنا ويخطب No... انا لم يدخل مش انا اللي حكيت طب بينا نتخل صباح شكرا لا شكنا نتخل انا بعيد عمر ابرون هلا شوفوا عمر انا بحسه هو احدا اصلا ما بيهب انه يتعبل ولا يلبس مدلات ولا يعني بريح راسه بس شوفوا عشان هم كمان اخو العريس هو عشان اخو العريس انا من نسبة لي حسيت انه كبروا لان حسيت البدل ليه كان بيقدر يلاقي اشي يلبق لعمره اكتر شوال صح بين تعبان وحاول تعبان تعبان يولا شو ما اخوه تعبان عن لبسه تعبان عن لبسه تعبان عن لبسه عبود عبود تقدر التخل عليه قد ما بدك يعني هو بس عامل فيديو تقييم اللبس اه اوكي ما اعرف ويجي اصور اه هو هيكا انا باي دوية تعرفت عليه بالحفلة كمان اه لا هو بعمل فيديوهات تنمر عن الناس بيشل امل الناس الوتيوبرز بشترك حدا بحاله حبين حدا فيه فيه شي تحت مخبط بقاع اه كثير مخبط انا كثير مخربة هذا انا ضد التيشرت تيشرت على بدلة ما احب فيه ناس بتاخده موضوع انا ما احبه يمكن انت عملتها مروحة لا شوفي بس هي خلينا نحكي ريسكي حتى ما احبت لون البدلة صراحة وين نحطه وحنحطه بحاول والسامة بس ما انه شفته بس ما ما تعرفناش عبعض اجل بس شوفي لون البدلة حلو بس كمان التيشرت مخربة البدلة يعني حاسي اللبس اميس تحتيني انا بتعلم شو حاسي كان هيك قدام وليبس حسري وضل طالع عشان مستعجب هيك بالزرح حاسيته هو كان رايح مور سفورت بدلة مش انه بدلة بدلة هو كاجول هلا على الخطبة مش حاسيته لابع بحسه لابع لإبنت صح تشوفي اوفر اول صراحة بينها ابدع وتعبان على اللبس انا بالنسبة لي حبيتها ولكن مش للخطبة تعبان على اللبس نيجي لخالد لودا انا حكيت لك اول ما شفتك عند القاعة لودا اللون كثير حلو تبع البدلة ماذا احكي اللون جدا جدا حلو لون جدا جدا حلو واول مرة اقتنع بالهاينك انا من اول ميديو انا عادة بحكي هي مش هينك 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 هي نص احكي كلام للشباب شباب كل حد اللبس هينك تعلموا من خالد هاد الهاينك الصح انا بالنسبة لي افدع لا انا بالنسبة لي بديك تسمح لي اوه ما تقدم انه يخطب ايوه انا عندي خالد ناوي يخطب ناوي يخطب يا لودا احمد الشاير احمد بس بدي اعرف مين اختار لك هاللبسة شوف انا بالنسبة لي اللون جاكت لانه بالنسبة لي مش مبين معي هو جاكت بدلة ولا جاكت ايش بالضبط اعرفت حتم بارح صراحة احمد احكي صراحة وسعيش انك صاحبي كنت بحكي مبارح لابوريال حاسيتم هذو الجاكتات تبعون ايوه القبطان اكون صريحة كمان انا هاد النوع من الشوز لا احبه ابدا صراحة هاد موتو قديم شوي متخربط احمد احنا كتير متفاهمين انك انت ناوي كنت مبارح تروح تركب سفينة راح نحط طاقبين متخربط بالطاعة لا والله يا احمد طالع كتير حلو والله بس متخربط بالطاعة انسينا شخص كتير مهم كان كتير جاهز للحفلة يعني جاهز لدرجة انه طاقع كان احلى الهودي عنده بالله بالكليكشن احمد نشيط ما بعشو قصتك وشو اللي صار معك بمشوارك للخطبة يمكن هو ايثنك ايك شاف ايش عاجبه قال يلا خيال بسه بروه ضارحة على الحفلة بس نسي انه هي حفلة نسي انها خطبة انا حاسة انه احمد عملها عندك معقول يكون هو الوحيد الهودي لا بس حكا بالاستوريات انه انا شاري بدلتين بس ما لبستهم بس بتشوفوا في فيديو اليوتيوب انا مابعو انا حاسة عامنا عمدا بس ما علينا احنا عم نقارن على اللبس ومش على الفكرة انت مش بس بتخربت بالقاعة انت ما بعرف وين كتر مضيع مخربت بالقاعة اذا في اشي اسفل منحطك اسود نيجي للخطاب طبعا بدنا نحكي قبل الف الف مبروك وعالمبال ما تتزوجوا ونعمل ريث للعرس الف مبروك احنا كثير مبخطين منكم احمد ابو الرب بصبة الف الف مبروك كثير استمتعنا بالحفل هاد صراحة انا استمتعت من قلبي وان شاء الله مستمتع بالعرس صلاة احمد كثير كثير ابدعت عندي بس مصيبة معك مش مشكلة مصيبة واحدة بس هاي هي الجرافة الجرافة كانت عند الركب احمد طوله متر وخمسة وتسعين ما شاء الله اسمحك راح نحطك ناو يخطب اكيد سبعات طلعت باطلالتين واحد احمر واحد ازرق انا بالنسبة لي كثير حبيت الازرق حسيتم كثير بجنيني كان عشان انا كمان لوني المفضل هاد اللون الازرق تركوازي بس اللبستين واو فرنسيسة كثير حبيت انا بس بغز بغازي كعلا صبا ابدعتي بالتو اوتفيتس كثير كثير حبيتهم والف مبروك كمان مرة وين وين محن نحط صبا يعني مش عارب احتارة بين حاولت وبين مخربطة بحفلتها صراحة او ناوي التخطب خطبتوا انتوا صراحة احنا الجماعة كنا نعمل ناوي يتجوز بس مش مشكلة طيب جماعة بيكون خلص الفيديو تبعنا اليوم ان شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا ان تعملوا لنا لايك سبسرايب لقناتي ولقناة ابو صباريوز الي بعمل بذيات فخنة واكتبونا بالكومنتات مين اكتر اللبسة حبيتوها بالخطبة ومين اقل بسحبيتوها لانه انا بالنسبة لي كمان رأيكم جدا مهمة اهم من رأينا لان انتوا بتساعدونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالت momen شكرا